شركة ريلمي اعلنت عن هاتف جديد من سلسلة ريلمي تمانية اللي الصراحة بتقدم مواصفات كويسة جدا بس دايما السعر بيكون هو المشكلة فهل المراضي السعر كويس ولا لا يلا بينا نعرف كل حاجة اهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة مو بي سي النهاردة هنتكلم عن موبايل ريلمي تمانية 5G وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه وكمان في اخر الفيديو هنوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية والسعر بالدولار سواء السعر متوقع او سعر رسمي اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفاته واسعره ومميزاته وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد مواصفات هاتف ريلمي تمانية 5G نتكلم الاول عن الشاشة وهي بتيجي من نوع IPS LCD وبتيجي بحجم ستة وخمسة بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدكة 2400 في 1080 بيكسل بمعدل كسافة بيكسلات 405 بيكسل لكل انش والكاميرا الامامية في الجهاز بتيجي على شكل صجب والشاشة معدل تحديسها 90 هرتز ركز معايا الشاشة هتقدم لك تجربة ثالثة وكويسة وده لان الشاشة بمعدل تحديس 90 هرتز بس يعني كانت من الافضل تكون الشاشة اموليد ولكن دي مش مشكلة لان من الاخر الشاشة هتقدم لك اداء كويس بالنسبة لفئة الهاتف هنا المعالج بيجي من نوع Mediatek Dimensity 700 بدكة تصنيع 7 نانو والمعالج ده بيدعم خدمات الجيل الخامس حسب منصة انتوتو المعالج ده بيعادل اداء معالج Snapdragon 720G برضو ركز معايا حرفيا كده المعالج هنا كويس جدا وهيقدم لك اداء ممتاز سواء في التصفح او الاستخدام اليومي او التنقض بين التطبيقات والبرامج وكمان هيقدم لك اداء كويس جدا في الالعاب بشكل عام كده ومن الاخر المعالج هنا كويس جدا على فئة الهاتف الجهاز بيجي بنسختين الجهاز بيجي بنسختين والكاميرا التانية اتنين ميجا بيكسل ودي مكرو لتصوير الحاجات من قريب جدا والتالتة اتنين ميجا بيكسل ودي للعزل وللاسف مفيش كاميرا زاوية واسعة ومعرفش ليه الصراحة الكاميرا الخليفية للجهاز بتصور في دات بجودة فول اتش دي بمعدل تلاتين فريم في الثانية كاميرا الجهاز الامامية بتيجي ستتاشر ميجا بيكسل وبرضو بتصور فيديوات بجودة فول اتش دي بمعدل تلاتين فريم في الثانية هنا البطارية بتيجي بحجم خمس تلاف ميلا امبير وهتقدم لك اداء كويس لان المعالج موفر الطاقة بالاضافة انها بتدعم شحن السرع بكوت 18 واط الهاتف بيجي باندرويد 11 والهاتف بيدعم NFC وبرضو الهاتف بيدعم منفذ السماعات ومنفذ الشحن بيجي من نوع طيب سي ظهر الهاتف مفيش معلومات عنه ولكن اكيد يعني هيجي من البلاستيك وسماعات الجهاز هنا مش بتدعم الستيريو الوان الجهاز هم الاسود والازرق الجهاز بيدعم مستشعر البصمة وموجودة فيه الزرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما نخش عن المميزات وعيوب الموبايل اللي عاملنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب مميزات ريلمي 8 5G المعالج هنا هقدم لك اداء كويس جدا الهاتف بيشغل خطين وكارت الموماري في نفس الوقت رغم ان الشاشة كانت مفروض تكون اموليد ولكنها هتقدم لك اداء كويس البطارية هتقدم لك اداء كويس جدا عيوب موبايل ريلمي 8 5G الهاتف مش بدعم كاميرا زاوية واسعة ودلوقتي يلا بينا نعرف سعر الجهاز في مصر وفي السعودية وسعر اطلاق الهاتف قبل ما قولك الاسعار المهم تعرف ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار متوقعة وده لان الهاتف لسه مزلش مصر ولا السعودية الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام تم اطلاق الهاتف في الهند بسعر 200 دولار السعر المتوقع في مصر 3500 جنيه السعر المتوقع في السعودية 840 ريال طيب كالعادة بعد ما نقول المواصفات والسعر وكل حاجة بنقول افضل منافس او اقرب منافس للهاتف اللي بنتكلم عنه ايه بقى افضل منافس او اقرب منافس للموبايل ده؟ او بو ايه 74 في 5 جيجا الموبايل ده اقرب منافس لموبايل ريال مي 8 في 5 جيجا هنخش على مقارنة بين الجهازين ولكن قبل ما نخش على مقارنة عايز اقولك ان احنا في قناة مو بي سيه عملنا مراجع شاملة لموبايل او بي ايه 74 في 5 جيجا لو عايز تشوف المراجعة هتشوفها من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو او من الاي اللي تظهلك في قدي الوقتي اول حاجة نقارن الاداء وريلمي بيجي بمعالج ميدياتيك ديمانشيتي 700 وقوبو بيجي بمعالج سناب دراجون 480 وهنا معالج ريلمي بتفوق ريلمي بيجي بشاشة IPS LCD بجودة Full HD Plus ومعدل تحديث 90 هرتز وقوبو بيجي بشاشة IPS LCD بجودة Full HD Plus وبرضو بمعدل تحديث 90 هرتز وهنا الاتنين زي بعض ريلمي بيجي ببطارية 5000 ملم امبير وقوبو بيجي ببطارية 5000 ملم وهنا الاتنين زي بعض ريلمي بيدعم منفذ طيب سيه وقوبو برضو بيدعم منفذ طيب سيه وهنا الاتنين زي بعض ريلمي بيدعم شحن السرع بقوة 18 واط وقوبه بيدعم شحن السرع بقوة 18 واط وهنا الاتنين زي بعض يلا نشوف فرق السعر بين الجهازين مع العلم ان سعر الجهازين اسعار متوقع وده لانهم لسه منزلوش مصر سعر ريلمي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 3500 جنيه سعر قوب المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 4500 جنيه من خلال موقع مو بي سي ستقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع ستقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو في موبايل معين عايزيننا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات وكمان مستني اراءك في موبايل ريلمي 8 في 5 جي اتمنى يكون الفيديو عجبكم اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة موسيقى 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 موسيقى